السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم نسمات الروح على قناتكم قناة الحياة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون جمعة طيبة مباركة بعود الله تبارك وتعالى وبفضل من الله عز وجل وببركة الصلاة على رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي عليك يا رسول الله اللهم صل على حبيب الله اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك في الأولين وفي الآخرين وفي السابقين وفي اللحقين وفي الملء الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل عليه صلاة تشرح لنا بها الصدور وتغفر لنا بها الذنوب يا رب العالمين اللهم صل على رسولك الكريم صلاة تهدي بها أولادنا وترحم بها أباءنا وتنر بها بيوتنا وتصلح بها أحوالنا وتحفظ بها مصرنا يا رب العالمين اللهم أمين يا رب العالمين أخوات الإيمان والإسلام الذكرى العظيمة الذكرى الفخار والعز والسعادة والمجد في حربنا ضد إسرائيل العدو الأزلي الذي لن نترك عدواته أبدا العدو الذي تفرغ بعض المسلمين لنصراته والإعلان الحرب على المسلمين حرب أكتوبر 73 انتصر فيها على عدو كان المفروض أنه يفضل هو العدو الأزلي لأمتنا لكن قدر الله ما شاء فعل بعض المسلمين أو بعض الذين يريدون أن يدعوا أنه ينتسب إلى الإسلام ده بس للدلانة عن أنهم مأجورين بعض المسلمين تفرغوا لإعلان الحرب على المسلمين يعني أمثال بسيط جدا جدا أما تلقى مثلا إيه مجموعة يسمون نفسهم بيت المقدس فالاسم واضح أنهم دول تابع بيت المقدس بيعملوا على تحرير المسجد الأقصى كلام بيت المقدس وكلام واضح وهم في حالة سلام بيسيا حاجة جميلة جدا مع إسرائيل ويعني وما فيش حاجة خالص بينهم وبينهم نهائي وأنا بيعملوا حاجة مع إسرائيل ومتفرغين لأعلان الحرب علينا في سيناء يعني هم متجهين لسيناء وبيجوا لمصر عشان ينفذوا عمليات داخل مصر طب وسايبين إيه سايبين المسجد الأقصى تعرف على طول أنه في حالة حاول موجودة عند هؤلاء الناس في العقيدة يعني حاول مقصود يعني مش لما تسمع عن داعش داعش دي شوف قعد حتيك على خد كده وإيه والدقني طول كده والزبيبة طول كده والعمة طول كده وإيه وإسلام وبتسمع أكتر ناس تقعد تكلمك قال الله وقال الرسول وقال الحديث وقال الراوي وقال أفلال وأمير المؤمنين وأمير المعرفش إيه وإنما في النهاية في الحقيقة هل قاموا بأي شيء ضد إسرائيل سمعتم عن داعش أطلقت رصاصة واحدة ضد الكيان الصهيوني لا ليه لأنهم محدش بيضرب أخوه أي يحب أحدكم أن يأكل لحمة أخيه ميتا فكارهتموه فالحقيقة الداعشيين دول رغم المظهر الإسلامي عشان بس ما تنخداش في المظهر رغم المظهر الإسلامي اللي أنت بتشوفه قال الله قال الرسول هو الحقيقة الحقيقة هم إسرائيليين أكتر من إسرائيل يهود أكتر من اليهود صهينا أكتر من الصهينا إنما تيجي تقولي بقى والغرابة الغرابة لما تلقى شاب عبيط مش هقول شاب جاهل لا شاب عبيط يروح ينضم ليهم علشان يجاهد في السبيل الله بقى الجهات في السبيل الله بقى الجهات في السبيل الله ضد العراق وضد سوريا بقى الجهات في السبيل الله ضد الدول المسلمة وما فيش جهات في السبيل الله ضد إسرائيل يبقى تقول إيه يعني هل أنت كنت تحلم انك تشوف ناس بيدعون المسلمين ناس مسلمين بيقولك الجهاد في سبيل الله ضد المسلمين